السلام عليكم ورحمة الله واللهما صلي وسلم على رسول الله مرحبا بكم خوضي اخواتي مرحبا بكم قاع الزور جدود نتمنىكم قا تكونوا غاية وتكونوا لا بس اليوم شاء الله غاد نبدو بسم الله في وصفات ولا سلسلة وصفات العيد الأبحى شاء الله تجربوها ان شاء الله تفرحوا بها وان شاء الله يدخل علينا وعليكم بالصحة ولهنا لا فاقدين ولا مفقودين بسم الله بدون إطالة اليوم شاء الله جبتكم مصفة سهلة جدا رحي معروفة بزاف هاد الوصفة لكن كل واحدة وطريقتها اليوم شاء الله جبتكم الحم في الكوكوت بدون قدرة ماء تتبيل تائر خاصة يجي بنين ويجي منكه ويجي البنة تعاه روعة وما يقهمش وماشاء الله علي تاكلوا وما تاكلوا ما يدركم موالو بسم الله بلما نطول عليكم عندي هنا مرسوسة الحم ولا قطعة كل واحدة وعلي حسب المرسول يتديه شواله هنا يمتدوش قطعات تكون غير هبرة فقط ولا لا حم فقط اللي قطدو فيها شوية تعل العظم هكا تعرفوا باللي الحم اللي يكون فيها العظم يجي بنين غير على الهبرة هنا عندي طنجرة الضغط اللي هي الكوكوتا غادي نجيب هنا مرسوسة زبدة هادي من العاقة صغيرة جبت هنا غادي نمسح بها قاعدة تحد الكوكوتا باش ما يلسق ليش اللحم لكم تعرفوا هاد النوع من الكوكوتا تي لسقو كالي تلسق لها كالي تنشف لها الموكل شي هكا نيفيدو غير المشاكل ولان تفادوا كل المشاكل باش ما يلسقلنش اللحم تقدروا تستبدلوا هاد الخطوة بالسمن كيما تقدروا تديروا تخلطوا شوية زيت مع زبدة هنا يا اخواتاتي شوفتو انا نمسح تقع غاية هاديك الكوكوتا نجيبو هاداك المرسوسة على الحم من العلاجها لكن قبل اليوم قولكم في التتبيلة عندكم الليم الليمون والقارس نحتاجوا غين الصحبة ليم عندهش تخدمي بالخل ليما بغاتش تدير الخل تقدري تخدمي بالموطغد لكن الليم قخر منهم الليم اليوم يعطيكم حاجة ما شاء الله هي وليت فتت لكم غاية هاللحم هنايا غادي ندير نص حبة غادي نقلع لها هاداك العلف والبودور او الناوات ونجيبو هاداك المرسوسة على الحم نحطوه في الكوكوتا ونتبلوه مباشرة في طنجرة الضغط كما هاكا الحاجة اللي اللي غادي نديرها نجيب هاداك نص حبة تعليم نعصرها غاية اللي تكون المتاحة والحبة تعليم ما فيهاش هاداك العاصر بزاف تقدرت تكملي حتى الحبة كاملة وثاني على حساب القطعة للحم ما درتوه هاكا بزاف كما كيفي تديرو النص حبة كافية جدا هاكا نفوت هاكا هاكا نفوت هاكا ما ركز شغل على بلاصة وحدات كلي هاداك اللي مراني فرقتها ولا درتها في هاداك القطعة هنا عندي الزعترا الزعترا هاداك شابف الحم وهو أولاهية اللي تخليش يقهمكم ولي يجيكم هاكا كاليمة تشغال الحم بزاف هاداك تفتح لكم الشاهية ثاني تقلع لكم هاداك القهمة هاداك الجهد هاداك الجهد كما نقولوه هاداك على الحم ميضر لكمش هاداك الحرور الفلفل الاسود حوالي ملعقة صغيرة ونزيد سكنجبير ثاني مغرف صغيرة سكنجبير ثاني مجفف المطحون ثاني عنده دور شباب مع الحم ونزيد الكركب والكوركم حوالي ملعقة صغيرة وهنا عندي البصلة اختارت حبيبتي عبصل هاكا صغيرين تقدروا حبة عبصل تقطعوها على 4 كما هكا وتقسوها في مع الحم ولاف الكوكوتا كما نضيفه اضيفه ثم كبير ثم نضيفه نضيفه ونضيفه ثم نضيفه اضيفه نضيفه ثم نضيفه نضيفه ثم نقسوها الى هادئة ونقسوها من دقيقة نصف كمية الحم ثاني و الخروف لكان يطيب ولكن عاصي هنا 20 دقيقة كنت خطر على خطر انهز الكوكوطة لكي نعرف البليل كمية الماء والعصارة كمية الماء والعصارة ما شاء الله يتفتت وبنتها روعة تقدموه الخضر تقدموه كما بغيتوا تقدموه تقدموه حاجة روعة بزاف ان شاء الله تجربوها ان شاء الله تخفيف عليكم وطرق تنظيف الخروف كل حاجة تتحقوها نشارككم بها انتظروني في الجديد استودعكم الله الذي احبكم فيه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة